قد يحدث الكثير في دقيقة على ويكي مثل كل 60 ثانية في مشاريع ويكيميديا أو حتى الوقت المستغرق للإجابة على سؤال المعلومات المضللة والتي تعني المعلومات الخاطئة أو المضللة للقارئ أصبحت موضوعاً مثيراً لكل موفر المعلومات يتم تحديث ويكيبيديا 350 مرة في الدقيقة يجب أن تطابق كل هذه التعديلات معايير الحيادية والموثوقية ولدعم هذه المعايير قبر مسؤول ويكيبيديا أنظمة وأدوات تشمل موجزاً حياً بالتعديلات حتى يتمكن المحررون من مراجعته بانتظام برنامجاً أهلياً يكشف السلوك السيء ويصحح الأخطاء الشائعة أدوات مراقبة ليستخدمها المحررون الخبراء في التحقيق في التعديلات الخاطئة وفوق كل هذا العمل اليومي الدأوب الذي يقوم به المحررون المتطوعون والالتزام بالشفافية على سبيل المثال يمكنكم رؤية تاريخ المقالة بالكامل منذ اللحظة التي كتبت فيها بالإضافة إلى النقاشات حول محتواها هذا ما يسمح بعمل نظام الإشراف هذا وهكذا تتم معالجة مسألة المعلومات المضللة في بيكيبيديا في دقيقة واحدة أتسمح بدقيقة أخرى من وقتك؟ من فضلك شاهد مقاطع فيديو أخرى ضمن هذه السلسلة